النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون أجواء مستقرة مشمسة غائمة إلى غائمة جزئيا على فترات مع طقس دافئ بصفة عامة تأتي هذه الأجواء بفعل تعمق كتلة هوائية دافئة من المحور الجنوبي الغربي مترافقة مع المرتفع الجوي شبه المداري والمتعمق حتى أجواء تركيا أيضا نلاحظ امتداد المرتفع الجوي السيبري سطحيا والذي يفرض مع المرتفع الجوي شبه المداري العلوي طقسا مستقرا حتى نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى بناء على هذا التحليل التوزع الضعوط الجوي في طوقات الجوي كافة نتوقع بإذن الله تعالى يكون الطقس اليوم الأحد شتويا مشمسا إلى غائم جزئيا ودافئا نسبيا بصفة عامة تسجل درجات الحرارة فاعا ملحوظا لتلامس 16 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 3 درجات مئوية تبقى حركة رياح شرقية عند 10 كم في الساعة بالنسبة لطقس الاثنين تستمر الأجواء مستقرة مع انتشار لبعض الصحب المتفرقة وخاصة على مناطق وسط البلاد وجنوبها وحتى المناطق الشمالية الغربية ليكون الطقس بصفة عامة غائما جزئيا إلى غائما مع فترات تشميس متقطعة تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة عند 16 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى درجتين مئويتين حركة رياح تبقى شرقية عند 10 كم في الساعة بالنسبة لأجواء الثلاثة أجواء شتوية مشمسة مستقرة مع انتشار لبعض الصحب المتفرقة خلال فترات النهار تبقى درجة الحرارة أيضا أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع 16 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى درجة مئوية واحدة حركة رياح بفعل تمركز سيبري تبقى شرقية عند 10 كم في الساعة إذن أجواء مستقرة أجواء دافئة إلى دافئة نسبيا تنتشر بعض الصحاب المتفرقة تحاول أجواء أحيانا إلى غائمة جزئيا لكن تبقى الأجواء بصفة عامة مستقرة مع حركة رياح شرقية وفرص لتشكل الضباب الصباحي على الأودية والمخافضات هذا أهم ما يميز الساعات القليلة القادمة بالنسبة للتوقعات المتوسطة وبعيدة مدى أن توقع بإذن الله أن تكون الأجواء مشمسة حتى نهاية الأسبوع ثم تبدأ المنطقة بالتعارض لسلسلة من المخافضات الجوية بإذن الله سيكون أولها مع ساعات نهار الجمعة ليكون تقص الأسبوع القادم ماطرا على جميع مناطق البلاد بمشيئة الله تعالى هذا كان كلما يتعلق طورات حالة جوية القادمة الأيام هذا كان كلما يتعلق طورات حالة جوية القادمة الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته